سارك الأول على كونفيدرالية وصعود الزمالك ومودرن فيوتشا شايف إيه الأفضل ليهم إن شاء الله في الدور الكادر؟ المجموعة اللي فيها دريمز وريفر يونايتد لو الاتنين خدوها هتبقى أفضل حاجة لليتنين هاته يا شباب الفرق لأنه هو الزمالك قدامه سري أوبشن يعني ممكن عندك الزمالك قدامه فيوتشار وقدامه ريفر يونايتد وقدامه استاد مالي لو حرتبهم بالترتيب فنية الأس المفروض على وراء الأس هالريفر يونايتد بعد كده استاد مالي فيوتشار هو أصعب خصم للزمالك فنية يمكن بس إن قامة اللقاء في مصر يعني لقائين الزمالك وفيوتشار إن زمالك يلعب اللقائين في مصر وإن اللقاء الأول حيبقى في رمضان هي الحاجة الوحيدة اللي تدي ميزة شوية إن زمالك قابل فيوتشار إن هو اللقاء بدل ما يروح يلعب في مالي أو بدل ما يروح يلعب في نيجيريا لقاء في نهار رمضان صعبة شوية بس فنيا الفريقتين دول بعيدين تماما عن فيوتشر فيوتشر بدربه طامر مصطفى أنا عايز أقول لك كريم بهزار يعني كنت أما كنت معاك في كورا بلاس فكنا بنتفرج على لقاء الزمالك والدخلية فجأت الكاميرا على كان ساعتها في نفس التوقيت موتش سموحة وفيوتشر تقريبا فجأت الكاميرا على سموحة ومبي على أنا منغبط لي مجر الفيوتشر مصبوط فجأت الكاميرا على تامر مصطفى فأنا قلقت إن هو يعني إيه اللي جابه يعني لأن تامر ملقاته مع الزمالك الرجل بيعرف جدا يواجه الزمالك فهو أعتقد هو مندرب قدير يعني بيعرف يقفل فأعتقد من المنافسين مع فيوتشر فنيا أنا أقول لك العوامل التانية زي أنه زي ما كان عام اللقائنا على أرضه في صالح الزمالك بس فنيا كورا فيوتشر هو أصعب تاني ممكن يقابله الزمالك طب باللسبة لفيوتشر الزمالك هو أصعب أول ممكن يقابله ليه؟ الزمالك عنده تفوق قريدي على فيوتشر في كل اللقات اللي جامعت الزمالك بفيوتشر النقطة التانية حيلعب ماتشين يعني الماتشين في أرضه هو خسرانه جماهيريا حيلعب مقارنة الزمالك بنهضة بركان بدريمز لا ممكن يرتب لفيوتشر الأفضل لفيوتشر بعد كده نهضة بركان هو خصم قوي برضه ثم الزمالك كترتيب الصعوبات فأنا أعتقد أن المجموعة اللي فيها دريمز وريفا يونيتد هي أفضل مجموعة إذا مالك بفيوتشر يروح يتسوقوا منها حلو